أكدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنصق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ كوب 27 أكدت على حرص مصر على دفع وطيرة العمل المناخي بإحراز التقدم في كافة مسارات التفاوض وذلك من خلال دفع المناقشات الخروج بتوصيات فعالة جاءت تصريحات وزيرة البيئة خلال مشاركتها في اجتماع وزراء البيئة والمناخ بمجموعة العشرين بإندونيسيا ودعت وزيرة البيئة مجموعة العشرين لتحديث خططها لخفض الانبعاثات والوفاء بالتزاماتها في تمويل المناخ معربة عن أملها في دعم النظام البيئي متعدد الأطراف والخروج ببيان قوي متكامل يوضح التزامات الدول